أكدت المتحدثة باسم البنتاجون أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أجرى أول اتصال بالبنتاجون مساء الاثنين قبل بدء إجراءات الفترة الانتقالية ويأتي ذلك بعد أعلان ترامب موافقته على حصول رئيس المنتخب جو بايدن على الدعم الفيدرالي اللازم وفقاً للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية لبدء عملية نقل السلطة مؤكداً أن ذلك من أجل مصلحة الولايات المتحدة ورحب فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بقرار الرئيس دونالد ترامب واعتبر أن هذا خطوة ضرورية للبدء في معالجة التحديات التي تواجه الولايات المتحدة بما في ذلك السيطرة على فيروس كورونا وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر